زيت الزيتون زيت الزيتون من الأشياء المهمة ومهمة جداً في حياة الإنسان فلما يتكلم الإنسان على زيت الزيتون لا بده يقرنها مع الأوراق ديال الزيتون ولا بده يقرنها كذلك مع الزيتون فمن خلال واحد المجموعة ديالتجارب ميدانية أثبت أنه الإنسان إلكلا زيت الزيتون مجموعة ديالأشياء كتو اللي مقاددة عنده في الجسم دياله ما بين هاد الأشياء أنه كتم تنظيف ديال الشرايين دياله وكتم كذلك المنع ديال انسداد هاد الشرايين وبالتالي الإنسان ديكلي كيكون عندهم طيرابات في القلب والشرايين لما كتعطيهم وصفات اللي فيها زيت الزيتون وكذلك زيت السمك سبحان الله بعدها كيجو كيقول لك راهوليتك لقى الراحة في الحياة اليومية ديالني ديالي مباشرة بعد الأكل ديالهم وصفات يعني مضبوطة ديال زيت الزيتون مع زيت زيت السمك فكذلك زيت الزيتون له دور كبير في أنه كي كي يصلح دوك يعني الجروح اللي كينا في الجلد ديال الإنسان وهدوك الانشقاقات اللي كينا في الجلد للإنسان فبعد المرات كتلقى بعض النساء وكذلك حتى الأطفال اللي عندهم اللي الدين ديالهم كتشقب ديزيدراتاتيون كتما ديزيدراتاتيون فلما عطينا لهم وصفات من 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 زيت زيت الزيتون الحمد لله بعد شهر بدت هذيك ديك اللي كنت كتشوف لهم في الجلد ديالهم بدت كترجع وكتاخذ المكان الطبيعي ديالها وكذلك الزيت الزيتون من الأشياء اللي كتنفع للبشرة فلما كيشوف الإنسان الجسم دياله ولا البشرة ديال الوجه دياله فيها بقع كيدير الدهن ديال زيت الزيتون ولكني قبل منها كيبدي هي داخليا للبشرة دياله بالأكل ديال الخيز اللي كيكون مسلوق والدار سوفهم ديال وكذلك كيزيد عليها التوم وكيزيد عليها ما يسمى بالباربا الحمراء فإذا أخذ زيت الزيتون معهده للشركة تنقبوا بشكل كبير والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا الزيت واعتدوا به أو كلوا الزيت وادهنوا به